صباح الخير مساء الخير نحن محظوظون اليوم لاستضافة مؤسستنا الممتازة شخص ممتاز رئيس تنفيذي ممتاز اعتقد اننا سنجري واحدة من تلك المحادثات التأسيسية اذا كما سنقول ثمت هناك الكثير يحدث في الامارات العربية المتحدة وفي دبي هناك الكثير من الاشياء الجارية سنكتشف ما يحدث في نوفمبر ايضا في علم البلوكشين اولا دعونا نرحب فريدريك غريغارد هو الرئيس التنفيذي لمؤسسة كاردانو مرحبا فريدريك اريد فقط ان اهيئ المسرح هل يمكن ان تقدم نفسك لفترة وجيزة بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفونك انا متأكد من ان هناك الكثير من الاشخاص الذين يعرفونك ولكننا ما زلنا نحب ان ننمو مجتمعنا ونحب ان ننمو ايضا مجتمع كاردانو بالتأكيد شكرا لك على الترحيب هنا اسمي فريدريك غريغارد انا الرئيس التنفيذي لمؤسسة كاردانو ونعم نحن قادمون الى دبي في نوفمبر للحصول على كمة ضخمة حول الابتكار حول التوافقية حول الصناعة والجسر مع بلوكشين نعم انا متحمس شخصيا لقد شاركت في العام الماضي ثم اعرف ما الذي نتحدث عنه ثم الان كنا نتحدث مع بعض المسؤولين لماذا لا ندعو اكتوبر او نوفمبر الشهر كله كنت تعرف الشهر بلوكشين لان كمية الاشياء التي تحدث وخاصة من 10 اكتوبر الى 10 او 15 نوفمبر هو جنون وهذا هو المكان الذي نريد ان نبدأ فهم قليلا عن كيفية كاردانو منذ انشائها ومنذ انت نفسك اخذت القيادة في عام 2020 ما كانت وما هي تلك المعالم الرئيسية التي تم تحقيقها حتى الان كاردانو تعمل اساسا على اساس العصر حقا انا متحمس للحديث عن شلي وهي اللا مركزية لذا فان ادخال اللا مركزية هو الاساس لاي بلوكشين اذا عام جيد ونحن ان لم نكن اكثر بلوكشين لا مركزية في العالم وفي العالي وحقيقة اننا انتقلنا من الكينات الفيدرالية او الكينات الرائدة الى التشغيل الشبكة الى اكثر من 3000 مشغل تجمع حصص هو ببساطة انت تعرف شيء رائع وهذا ما اسميناه شلي هذا هو عصر شلي وما هو نوع اكثر اثارة للعقل في ذلك هو اننا الان في وضع الحالي لا يقتصر فقط على 3000 مشغل تجمع حصص يشغل كاردانو ولكن الوقت الصاعد حتى من كاردانو هو اكثر من 2000 يوم وهو امر مدهش مرة اخرى انت تعرف اي نوع من البنية التحتية المصرفية البنية التحتية الحرجة هل تعرف من لديه وقت يصل الى 2000 يوم يعني هذا لا مثيل له فقط انا نوع من دراية هو البيتكوين لكن فرق بين بيتكوين وكاردانو وانا حريص حقا هنا لانني اعتقد ان هذين اثنين من الاشياء المختلفة كاملة هو ان كاردانو لديه اكبر التزام بالكود دق على خشب لأكثر من 2000 يوم لذلك اعتقد ان ما تراه حقا هنا هو هذه اللامركزية مقترنة بهندسة كاردانو انها تعمل حقا ويمكنك الوثوق بها حقا لبناء تطبيقات البنية التحتية الحيوية على كاردانو سواء كان ذلك لدولة سواء كان ذلك لبنية تحتية جديدة للسوق المالي او نوع جديد من المعاملات او بشكل اساسي سد فجوة بين ويبتو وويبثري معه الشيء الاخر حدث كان جوجن جوجن كان ادخال عقود ذكية لأولئك منكم الذين لا يعرفون الكثير عن كاردانو اساس كاردانو هو مراجعة الاكران هذا يعني اننا بطيئون ومملون بعض الشيء عندما اقول بطيئا ومملا لاننا نمر بعملية مراجعة الاكران ونحن نعلم اننا اصدرنا اكثر من 180 ورقة تمت مراجعتها من قبل الاكران وبعضها الاكثر استشهادا في شبكات الموزعة المشفرة او اللامركزية في العالم لذلك كنا حقا رائدين في بعد ذلك والكثير من البروتوكولات الكبيرة الاخرى تقوم ببناء هندستها المعمرية عبر البحث الذي اجراه كاردانو بشكل عام اعتقد ان هذا مذهل ولكن العقود الذكية هي ايضا ضمن اطار زمني مدته ثلاث سنوات انت تذكر ذلك حقيقة اننا ليس فقط لدينا عقود ذكية ولكننا لدينا نوعان مختلفان لتمثيل الاصول الرقمية سواء كان ذلك مجرد ادخالات قاعدة بيانات او اصول رقمية حقيقية على كاردانو الاول هو ما نسميه الاصول الاصلية native assets لذلك لذا فهو تمثيل اصلي خالص لها وهو ما لا يمكنك فعله في الواقع على الكثير من شبكات البلوكتشين وما يفعله هو انه يمكنك التفكير في الامر نوعا ما حيث يمكنك عمل رمز مميز يشبه الى حد ما مستوى المواطن الاول حيث ان رمز الادات المساعدة نفسه مطلوب وهناك تدرجات مختلفة للاصول الاصلية ونحن اعتقد انك تعرف خمسة ستة ملايين من الاصول الاصلية الممثلة في كاردانو والاخر هو لغة التعاقد الذكية لغة العقود الذكية التي تعرفها مبنية على هاسكل نسميها بلوتوس ونحن الان في الاصدار الثاني من بلوتوس لذا الاطار الزمني الذي تحدثت عنه لثلاث سنوات انتقلنا بالفعل من الاصدار الاول الى الاصدار الثاني ولكن اكثر من ذلك لدينا الان ايضا لغة تحاقدية ذكية تسمى ايكن تأتي من تمهيد مفتوح المصدر بواسطة مؤسسة كاردانو وهي تمنحك في الواقع طريقة اسهل لكتابة العقود الذكية على كاردانو وعندما اقصد طريقة اسهل اعني حقا اننا وصلنا الى مستوى حيث نعرف حتى العديد من مطوري الصوليدتي الذين تعرفهم والذين يشاركون تماما ويستمتعون حقا بالكتابة في ايكن لانه من السهل التعامل معه فهو رخيص جدا وسريع جدا نعم هناك حقا فرص جيدة وبعد ذلك قدمنا الكثير حول ما نفكر فيه وهو باشو وهو التوسع وما زلنا نقدم في منطقة باشو هذا في الاساس هو القدرة على اجراء المزيد من المعاملات في الثانية كما تعلمون اعمليات ترحيل السرع كما تعلم فرص الطبقة الثانية والكثير من الاشخاص الاكثر هناك واخيرا حيث نقضي الكثير من الوقت في الوقت الحالي الان يقع في المنطقة التي نسميها فولتير وهي منطقة الحكومة هذه واعتقد ان ما لا يقدره الناس حقا هو انه خارج بيتكوين يبدأ كل نوع اخر من بروتوكولات في نوع من مستوى المركزية وهو في رحلة نحو اللامركزية وانا متحمس جدا لهذه الرحلة الخاصة بكاردانو وهي تسير بشكل جيد حقا لذا فان ما نكون بتأسيسه الان هو كل الادوات التي نسميها ست مقترح تحسين كاردانو 1694 والذي يسمح لنا بشكل اساسي كما تعلم يمكنك بناء حكومة على السلسلة وتعرف هيئة تشريعية وهيئة دستورية وما الى ذلك واعتقد ان هذا لن يكون مجرد تمرين رائع للكاردانو ولكن اعتقد ان الدروس مستفادة فيها يتعلق بالتكنولوجيا والانظمة الاجتماعية التي نتعلمها ان اجتياز هذه الرحلة سوف يمتد الى العديد من الدول القومية والدول المدنية ولكن ايضا في حكومة شركات المساهمين المسجلين وشركات المساهمين الخاصة بشكل عام لذلك اعتقد ان هذا مجرد ذكر عدد قليل من الاشياء الرائعة التي تحدث خلال فترة الثلاث سنوات التي تتحدث عنها على وعلى ذلك لقد انتهى الامر الان هناك الف شركة تنشر على كاردانو وهو امر مثير للغاية ايضا وهذه هي الشركات التي نعرفها تماما كما تعلم طوال الوقت ان هناك شركات لم تسمع عنها من قبل وهي مذهلة للغاية نعم اردت ان اسألك عن جزء الابتكار ولكن اعتقد انك ذكرتها جميعا للتو ومن المهم جدا ان تتابع مكتار الابتكار ومكتار التحديثات او الحجم الذي تعرفه لقد ذكرت مثال الخدمات المصرفية على سبيل المثال لان البنوك يمكنها اعتماد التكنولوجيا الخاصة بك يمكنها ذلك بالكامل ان يخرجوا انظمتهم ثم يعتمدوا مثل هذه التقنيات لكنهم لا يرونها بعد ثم لا يريدون ان يكونوا شفافين للغاية وهذا شيء نراه ايضا حيث تكون الشفافية بالمثابة تتميز للتقنيات الجيدة ولكنها تصبح بالنسبة للبعض الاخر تهديدا لعمالهم التجارية بغض النظر فان بيئة بلوكتشين لها تأثير كبير وهو في الواقع مصدر قليك متزايد حول كيفية معالجة كاردانو لهذه المشكلات ما هي الخطوات التي يتم اتخاذها لتعزيز استدامة البيئة من نوع العلم انك تعلم ان هناك دائما تلك الاشارة الى بيتكوين ثم تعديل بيتكوين ثم الكهرباء واي شيء بغض النظر عن انك تعمل على اثبات مختلف للحصص ولكن فكرة كيفية مساهمتنا وانا اعلم ان هناك الكثير من المشكلات انتم تساهمون يا رفاق في تغطيتها البنية التحتية الفريدة لكاردانو بما نقوم به في المؤسسة ولكن ايضا بما تفعله اي او جي واميرغو وايضا هناك مجموعة كبيرة من المجتمع الذين يركزون حقا على هذه الاشياء ويستفيدون حقا من بعض الاشياء الاساسية احدها هو بروتوكول كاردانو لاثبات اجماع الحصة والذي يسمى اوربوروس والذي يتطور ويتحسن باستمرار ايضا والذي يوفر امانا يمكن للتحقق منه رياضيا مع مكاسب كبيرة في سرعة كفاءة الطاقة واللا مركزية وما يعنيه ذلك اساسا هو انك تعلم انه امر حقيقي يسمح لك بذلك يسمح لك بالتعبير عن هذا الامان على مستوى عال بحيث يمكننا العمل عبر حالات استخدام متعددة دون الحاجة الى ربط ذلك بالكهرباء او باستهلاك وحدة المعالجة المركزية بشكل صحيح لذا بموجب هذا يوجد هذا النوع من اثبات المساهمة لديك دليل على العمل لديك دليل على الحصة ثم لديك انواع متعددة من اثبات الحصة والامر المثير للاهتمام حقا بشأن كاردانو هو ان نوع اثبات الحصة الذي لدينا يختلف كثيرا عن غيره على وجه التحديد عندما ذكرت الخدمات المصرفية من قبل لذلك فهو لا يستخدم القليل جدا من الكهرباء فحسب بل يستخدم ايضا نفايات السيليكون بشكل صحيح لذا فان نفايات وحدة المعالجة المركزية التي هو نوع من حرق منصات التعدين او اشياء من هذا القبيل ولكنه ايضا له رسوم حتمية مما يعني انه يمكنك حساب ان لديك كما تعلم التأمين النهائي مما يعني ان هذه احدى المشاكل الكبيرة التي نراها في مجال المالي تضمن البنية التحتية للسوق النهائية فهي تحتوي على بعض المعاملات الجديدة حقا لمواجهة المركزية على جانب الكفاءة التشغيلية وكل هذه الاشياء تعمل جنبا الى جنب ما تراه في الواقع هو بنية تحتية مصممة للتطبيقات المهمة ومصممة من اجل كما تعلم يتم اعتمادها على نطاق واسع لذلك فهي تحتوي على العديد من المكونات تحت الغطاء وكنت اتحدث للتو الى السلطات المصرفية الاوروبية وكنت ايضا في بروكسل للتحدث عن ميكا مع صانعي السياسات وما الى ذلك كما تعلم ارى حقا ان الهيئات التنظيمية وصانعي السياسات بما في ذلك نوعا من مستخدمي التكنولوجيا بدأوا بالفعل في استكشاف سلاسل الكتل الخاصة بجيل البحث وهم متحمسون حقا لانه لم يتم انشاء جميع سلاسل الكتل على قدم المساواة فبعض سلاسل الكتل افضل بالنسبة لبعض حالات الاستخدام وبعضها افضل لحالات الاستخدام الاخرى وقد تم تصميم كاردانو بالفعل لتكون بنية تحتية عامة والمزيد والمزيد من الاشخاص يقدرون حقا ما اذا كانت هذه هي الية رهن الحصص او التوقيع التي لا تحتوي على قطع ولا تسجيلات دخول ولا تغيير في الملكية او سواء كان هذا هو ما تعرفه عن النهاية وهذا النوع من الجوانب الاكثر غرابة في الامر نعم وهذا جزء مثير للاهتمام يتحدث عن هذا ولكن لا يمكننا التحدث عن اي بلوكشين او كاردانو او اي شيء دون ذكر سوق العمولات المشفرة لن نذهب في التسعير بالطبع ولكن ما هي امكانات النمو المستقبلي لمثل هذا السوق بشكل عام؟ الطريقة التي افكر بها في الامر هي ان كاردانو مبني بشكل مختلف بشكل مختلف كما اشرت التو لدينا خيار الحصول على اصول محلية وعقود ذكية ولدينا فرصة جيدة حقا فيما يتعلق ببعض اليات الطبقة الثانية مثل ما نسميه هايدرا وهو نوع من قنوات المتماثلة التي تعرفها بالفعل تبدأ في وضع حيث يمكنك التفكير في اصدار رمز مميز على كاردانو والذي سيجعلك تعرف الكيمة السوقية ضرب مية او ضرب الف لما تمتلكه كاردانو وهو امر مثير للاهتمام نوعا ما عندما تفكر في الامر بشكل صحيح والجزء الاخر هو ما لدينا نرى ان تطور انترنت الاشياء واجهزة الاستشعار بالاضافة الى نضج في بلوكشين كاردانو قد قادنا الى موقف الان حيث لم اتمكن من العثور على صناعة لا يمكنها تسخير قوة شيء مثل كاردانو فيما يتعلق بالشفافية والمساءلة والعمل مع العديد من اصحاب المصلحة عبر بنيات مختلفة يمكنهم الاستفادة منها كما رأينا ان البنية التحتية المالية قد تعرضت للتحدي من خلال البلوكشين لذا ان فكرت نوع ما في ما تم تمثيله في البلوكشين اليوم الكثير من ذلك هو اسواق رأس المال او كما تعلم حالات استخدام بنك الاستثمار كانت الان على بنية تحتية مختلفة ولديها نوع مختلف من الجمهور لانهم يستطيعون القيام بالوساطة في رأس المال دون المرور عبر البنوك كما تعلم ولكن هذا مجرد صناعة واحدة انا اتحدث عن الصناعة التي تعرف ان المئات من الصناعة قادرة على اعتماد هذا الان لان بلوكشين لم يعد قائما بذاته كما كان الحال في الايام الاولى فهو اليوم يقف جنبا الى جنب مع اتكارات اخرى لذا مثال على ذلك هو اننا فقط تم اطلاقه عبر بطولة لكروس للعالم بعض القمصان وبعض السطرات وما الى ذلك والتي لا تبدو مثيرة حقا ولكن ما يحدث هو ان هناك مرشد رايديو لاسلكي مدمج في القماش والان يحدث السحر لان ذلك يعني ان لديك الان رمزا مميزا غير قابل للاستبدال نف تي في الحياة الواقعية في قميس او سترة في الوقت الحالي وهذا يعني انه يمكنك تتبع سلسلة التوريد سوبلاي تشين ويمكنك تتبع صحة هذا والعناية به بما في ذلك البصمة التي سألتها عن الطباعة البيئية وهكذا يمكننا تتبع كل ذلك مباشرة وعلى الجانب الاخر من ذلك يمكننا تغيير تجربة المستخدم في الحياة الواقعية كما تعلم فكر في انك ترتدي قميسك وانت تمشي في الملعب ويمكنك المشي مباشرة الى مدخل VIP وتدخل هناك لانك ترتدي القميس المناسب ويمكن التحقق من ذلك باستخدام بلوكشين ولا يمكن تزويره صح لذلك يمكنك في الاساس التنقل في التجربة المادية بشكل مختلف تماما لانك تقوم ببناء مرشد لاسلكي هذا في القميس ويمكن للطائرات بدون طيار القادرة على تتبع تلك الاشارة والتقاط الصورة لك اثناء جلوسك في الملعب في الصف الاول ويمكنك التفكير في المنتجات جديدة كاملة يمكنك دمجها في تلك التجارب هنا نحن نتحدث عن بعد اخر مختلف تماما ثم بنسبة لجيل الاصغر سنن ربما جيلك او حتى الاصغر سنن الذي يحبون الالعاب والويب 3 يمكنك بعد ذلك اخذ هذه التجربة واعادتها الى لعبة الكمبيوتر المفضلة لديك بشكل صحيح نظرا لان لديك الان شيئا يتم تمثيله ايضا في العالم الرقمي بشكل صحيح لذا يمكنك في الواقع ان تعرف في الصورة الرمزية الخاصة بك ايا كانت اللعبة التي تلعبها ويمكنك الان التحقق من ان لديك عمولات تجارية اصلية تعرف الزي الموجود هناك بشكل صحيح ويمكنك اثبات والقول انك تمتلك الحق الاصلي حتى تتمكن ايضا من الدخول الى العالم الويب 3 لذلك اعتقد ان بعض هذه الاشياء الان اصبحت اخيرا بعد سنوات وسنوات من الحديث عنها بعض الاشياء تجتمع معا الان طريقة رخيصة وفعالة وقابلة للتطوير باستخدام بلوكشين كاردانو او بلوكشين اخر مثير للاهتمام للغاية ونريد ان ناخذ معرفة كاردانو الى مستوى اخر وهو ما لا يعرفه الكثيرون وانا اعلم انك مشترك بمشروع UNHCR ومبادرات UNHCR هل يمكنك اخبارنا بالمزيد حول هذه المبادرات والسبب الاهم لقيام كاردانو باعطاء الاولوية لهذه المبادرات وسبب اهمية رد الجميل لذلك انا خبير اقتصادي وفي اختصاص بنك التجارة والاستثمار واعتمد قليلا على كيفية رسم الخط الفاصل بين الحق والصواب وكخبير اقتصادي انا مهتم جدا ايضا بالتاريخ واتأكد من انك تعرف ان التاريخ لديه نوعا من هذه القدرة على تكرار نفسه بشكل صحيح ان قدرتنا على تخزين المعرفة في ادمغتنا محدودة للغاية في الوقت الحالي من الاشياء التي لاحظناها نوعا ما هو انه مع اي تقنية ناشئة جديدة تتمتع بقوة هائلة مثل AI, Internet, Blockchain وما الى ذلك ما نرى هو ان التكنولوجيا يتم تسليحها في البداية وهذا يرجع اساسا الى وجود عدد قليل من الاشخاص الذين لديهم القدرة على الاستفادة منها قبل ان تستفيد منها الجماهير لذلك نفكر في هذا كما هو الحال في المعلومات باعتبارها تناظرا صحيحا لذلك يمكن لعدد قليل جدا من الاشخاص يستفيدون من هذا في وقت مبكر جدا ونرى بعض الصناعات التي تعرف عن حالات الاستخدام الخاصة بك والتي تذهب مرارا وتكرارا صح؟ حسنا عندما ظهرت الطائرات بدون طيار فانت تعرف تم تسليح الطائرات بدون طيار وما الى ذلك وينطبق الشيء نفسه على بلوكتشين لذا فان احد الاشياء التي نركز عليها كمؤسسة كاردانو هو ان تكون بمثابة موازنة لتسليح المفاوضين العامين بلوكتشين لاننا بحاجة الى حالات استخدام كافية لاذهار للعالم ان الاشياء السيئة التي تحدث على بلوكتشين ليست فقط الاشياء السيئة التي تحدث على بلوكتشين بل ايضا الاشياء التي تغير الانظمة الاجتماعية هي التي تعمل على تحسين العالم ككل الذي يجعلنا نجتمع معا كمجتمع ومع المزيد والمزيد من الاشخاص النازحين كسرا اعتقد اننا نتحدث عن 110 مليون شخص مشردين كسرا اكثر من اي وقت مضى والان كما تعلمون في قطاع غزة في اسرائيل نرى انه من الصحيح ايجاد طرق جديدة لدعم اللاجئين والبعثات الانسانية وهو امر حيوي وانا اعتقد ان بنيت كاردانو الفريدة جعلت هذه الشركة ممكنة وهذا يعني ان حاملي ايدا يمكنهم الان التفويد الى تجمع حصص واي مكافأة ستذهب تلقائيا نحو دعم سويسرا سويسرا فوريو ان ايج سي ار مع 80% من المكافأة الناتجة تذهب مباشرة الى العمليات التي تدعم النازحين كسرا الان كجزء من هذا المشروع اطلقت مؤسسة ايضا مبادرة كايند هوفس مع الجو ترايب وهو عمل بارز في نظام كاردانو البي اي لبيع منتجات ان افتيز الحصرية التي تتميز بالمعز الشهيرة الذي يرتدي سويسرا فوريو ان ايج سي ار واعقب مزاد اولي 24 بيعا لهذه ان افتيز والتي تم بيعها خلال 48 ساعة لذلك عندما تقوم بتفكيك هذا الامر بشكل صحيح فانك تقول او هل هذه مجرد طريقة جديدة لتمويل النازحين حسنا في الواقع الامر اكثر من ذلك يتعلق الامر بكيفية تركية منظمة غير حكومية ان جي او مثل باعتبارها كبير مثل يونيتد نيشن التي تستخدم تقنية ويب ثري في بنيتها فهذا لا يتعلق فقط بمعرفة مؤسسة تكنولوجيا المعلومات التي تقوم ببعض عمليات اسكت ان افتي او شيء من هذا القبيل ما نتحدث عنه الان هو توثيك وتمكن اليون ايج سي ار من استخدام البنية التحتية للبلوكشين لمساعدتك في معرفة النازحين قصرا في جميع انحاء العالم والتأكد من ان المزيد من الاشخاص يمارسون الديمقراطية لدرجة انه اذا لم تتبرع بعشر ملايين لهذا فكيف يمكنك ايضا ان تكون صوتا في النظام البيئي وتحصل على الشفافية كشخص يمنح مئة مليون لديك صح؟ لذا فان الهدف بالطبع هو ان نصل الى موقف تعرف فيه ان لديك قدرا اكبر من الشفافية وان لديك تأثيرا مباشرا اكبر بكثير عليك وتعرف اين تذهب اموالك ويمكنك تتبع اموالك وما شابه ذلك من الاشياء وهذا يبدأ بحالات الاستخدام هذه ولكنه يبدأ ايضا باذهار كيف يمكنك فعلا القيام بشيء ما كقوة من اجل الخير باستخدام البنية التحتية للاذونات العامة شكرا لك شكرا لك فريدريك سانتقل الى سؤال العام الاخير وبعد ذلك ساتعمق في القمة حتى يتمكنوا من معرفة ما سيحدث بالضبط في الشهر المقبل ولكن قبل ذلك اود فقط ان اذاكر مشاهدينا باننا قد اطلقنا واطلقنا ثاني افضل 25 امرأة من مانا في مجال بلوكشين وذكاء الاصطناعي في مجال التكنولوجيا المالية اذا كنت تعرف على اي مرأة في الشرق الاوسط والشمال افريقيا رائدة حقا في التغيير ليس فقط على جانب التكنولوجيا ولكن لتصبح صوتا لمثل هذه الصناعات يرجى ترشيحهن على dxtalks.com يمكنك العثور عليه هناك على الصفحة الاولى التي نحبها لدعم هؤلاء النساء نحن موجودون من اجلهن ونريدهن ان ينمون ومن ثم نقوم بانشاء تلك المنصة التي نشارك فيها المزيد والمزيد وتشارك فيها المزيد من النساء وانا متأكد من ان لديكم الكثير من المبادرات في هذا الشأن ولكن الان ساذهب لأسألك قبل ان نقفز انت تعلم ان هناك مشهدا تنظيميا يحدث لجميع العمولات الرقمية التي ذكرتها للتاو ميكا وبعد ذلك انا متأكد من انك ذكرت ايضا انك كنت تضع بعض الامور التنظيمية في الامارات العربية المتحدة ودبي في هل يمكنك القاء بعض الضوء على منطقة دبي والشرق الاوسط بشأن هذا المشهد التنظيمي الذي يتطور بالفعل الان نعم اعتقد انه يمكنني القيام بذلك باستخدام عدسات مختلفة لذا نحتاج الى توجيه قليلا اذا خرجت عن الموضوع بشكل صحيح ولكني اعتقد ان اول شيء لا يدركه الناس هو ان هناك ضغطا تنظيميا كبيرا جدا ضد المنصات المركزية لذا ترى انك تعلم انه تم حصول فيسبوك على غرامة وتعرف ان الاشخاص كانوا ينتهكون امن البيانات وكل تلك الاشياء التي اعتقد ان الجهة التنظيمية تتدخل فيها بعدة طرق دون ان تعرف حتى انها تقول في الاساس توقف هذا يكفي لدينا ما يكفي من المركزية على بعض هذه الانواع من منصات لعب الطخمة الموجودة هناك على الجانب الاخر الذي رأيناه بعض الهيئات التنظيمية مثل سنغافورة سويسرا دبي الامارات العربية المتحدة الى حد ما السعودية تأتي الان ايضا من يقول انك تعلم ان الامر لا يتعلق بالغد بل يتعلق بالجيل القادم من البنية التحتية وقد وضعوا خطة ضويلة الامات لذا خطة مدتها عشرين عاما كيف سيتم التعامل مع هذه البنية التحتية كيف سننفذ ذلك كيف سنفعل اشياء مختلفة وبعبارة اخرى لقد جلبوا الوضوح والرغبة في التعامل معها واعتقد ان هذا فريد حقا وهنا فريقنا لديه المشاركة بنشاط ومناقشات سياسية دولية من خلال الاجتماعات المباشرة مع صانعي السياسات والمساهمات في المقالات والمشاركة في المقابلات بالاضافة الى تقديمات والردود على العمليات التشاور الرسمية صحيح لذلك نحن نشارك بنشاط كبير في ذلك وايضا سيكون فارا في الواقع في قمة كاردانو لذلك سنرى في الواقع انه سيكون هناك اشخاص تنظيميون في اللوحات ونحن نحاول حقا تشجيع ذلك الان ستقول دائما مرحبا انت تعرف لماذا لم تحضر المزيد ومثل ذلك حسنا علينا ان نبدأ في مكان ما بشكل صحيح ونحن في دبي لحضور القمة لذلك اعتقد ان وجود شهة تنظيمية محلية هناك امر موضوع تقطير حقا وسيكون لدينا بعض صانعي السياسات هناك ايضا لذا ساتطلع الى مكابلتهم بنفسي ايضا لاننا نود ان يكون لدينا هذا الحوار نعم الشيء الاخر الذي قد يكون من المهم ان يفهمه الناس هو انه البنية التحتية على كاردانو ليست منظمة وهذا نوع من الادراك الذي يفكر فيه الكثير من الناس لانهم يقولون او انتظر في ثانية ولكن اذا كنت ببناء شيء ما على كاردانو فيمكن تنظيمه ولكن البنية التحتية غير منظمة فكيف يتناسب ذلك مع اماكن اخرى لدينا نوعا ما مثل اليابان حيث لدينا ما يسمى بقائمة واسعة من البنية التحتية الصحيحة يعني ان الاشخاص الذين ينظرون الى البنى التحتية العامة قالوا بشكل اساسي انك تعلم ان كاردانو يتمتع بالقدرة اللازمة من الامن ومرونة العملية اللازمة وما الى ذلك ويمكنك البناء على ذلك كونك تعرف مؤسسة كبيرة لذا فهذا نوع معقد جدا من البيئة التي ننتقل فيها ولكن حقيقة اننا على اتصال وثيق مع المنظمين وصانعي السياسات في جميع انحاء العالم وتتم دعوتنا الى هذه المناقشات اعتقد اننا نعتبر ذلك علامة ايجابية لان الجهة التنظيمية عادة ما تهتم بشكل اساسي بالاشخاص الذين تنظيمهم وبالطبع هذه هي وظيفتهم واعتقد اننا مدعوون الى الطاولة حول العالم لمشاركة ولأعطاء وجهة نظرنا والوضوح اعتقد ان هذه علامات شيدة والشيء الثاني هو اننا اطلقنا للطاو برنامج كاردانو اكسبلورر للمنظمين وصانعي السياسات لذلك قمنا بالفعل بانشاء نوع اكسبلورر والذي يوضح بوضوح انك تعرف بعضا من العمليات التجارية بما في ذلك رهان الحساس على كافة الدورات على كاردانو وهذا احد المواضع التي تتم منقشتها كثيرا في الوقت الحالي ما الذي يتم رهان الحساس عليه وما الذي لا يتم رهان الحساس عليه انت تعرف فترات الرهان المقفل وماذا عن تغيير الملكية هل تعرف ذلك؟ تحتاج الى خفض حتى تعمل وهناك نعرض بشكل ملموس للغاية كيف تعمل في كاردانو في بيانات حقيقية حيث يمكنك الدخول دون معرفة رمز الحوسبة حيث يمكنك التحقق من رأيك حول ما يفعله كاردانو وما لا يفعله وامل ان تعلم ايضا من خلال جعل هذا المصدر مفتوحا بحلول نهاية العام ان سلاسل الكتل الاخرى والمشاريع الاخرى سوف تتبنى ذلك وتبنيه وتبني ادوات للمنظمين وصانعي السياسات حول العالم حتى نتمكن من تمكين المزيد من الابتكار والمزيد من خلق فرص العمل والمزيد من استخدامات بلوكتشين في العالم العام تعجبني الطريقة التي تتعامل بها مع اللوائح ايضا من هذا الجانب حيث انشأت مصدرا مفتوحا وليس مفتوحا ولكن منصة مفتوحة لهم للانضمام الى هذا الامر المثير للاهتمام للغاية كما انصح سلاسل الكتل الاخرى بالكفز على هذا اعتقد ان هذا امر رائد الان اريد فقط التركيز على ما يحدث خلال 21 يوم تقريبا ام القمة نفسها لماذا دبي ما اهمية هذا الحدث بالنسبة لكاردانو ومجتمعها وسلسلة الكتل الاوسع نعم نحن متحمسون للغاية لاستضافة قمة كاردانو 2023 في نوفمبر مع الحدث الرئيسي للولايات في دبي ولكن بالاضافة الى انه سيكون هناك بالفعل 20 حدثا تقام في جميع انحاء العالم في نفس الفترة الزمنية اعتقد ان هذا امر خاص مهم بالنسبة لنا لان هذا هو اول حدث رئيسي لكومة كاردانو يعقد في الشرق الاوسط السبب وراء تحريكنا لهذا الحدث هو اننا نحاول حقا الاعتراف باننا مشروع عالمي لسفينة الفضاء المسمات ايرث ليست لثقافة واحدة ولا لدولة واحدة ولا لحالة اسخدام واحدة ولكن هذا اكبر بكثير ونرى دبي كمركز اعمال ومركز بلوكتين ناشئ وبالتالي فهو موقع مثالي ومن الصعب جدا التنقل عبر بلوكتين في الوقت الحالي دون الاضطرار فعلا الى العبور مع دبي لان دبي اصبحت مكانا جذابا للعمل ومكانا جذابا حيث توجد تقنيات مختلفة وثقافات مختلفة وممرات تجارية اجتمعوا الان ستشهد قمة 2023 الكشف عن التحدي ثالث للتأثير العالمي للمؤسسة وذلك سيبني على نجاح الشركات السابقة مع فيري تري وسويتزرلاند فور يون ايج سي اول كما اتاحت القمة للمجتمعات عرض ابتكاراتها القادمة المستمرة ام للمستثمرين المحتملين وعضاء المجتمع الاخرين لذلك سيكون لدينا في الواقع ما نسميه معركة البنات لذا فقط نجحنا في جذب بعض موفري اسويولة من بلوكشين ولكن ايضا خارج بلوكشين حيث يمكن للمشاريع ان تتجه نحوهم فكر في شبيه الى حد ما لقاء شارك تانك مع بلوكشين ستكون هناك فرص للشركات والقادة السياسيين في منطقة مانا للالتقاء باولئك الذين يبنون كاردانو لذلك اعتقد انك تعرف ما اذا كان الامر مجرد كود فسيكون الامر سهلا ولكن عندما يتفاعل الاشخاص مع الكود يسبح الامر صعبا وما رأيناه هو ان هذه الفرصة بالنسبة لك تعرف الاشخاص الذين يبنون كاردانو ويقومون ببناء كاردانو للجلوس مع المنظمين المحليين والقادة السياسيين وهذا امر مهم للغاية فلا يمكنك الاختباء كما نفعل اليوم للأسف بين اجهزة الكمبيوتر الشاشات الصحيحة انت تعلم اننا نتحدث عن الثقة ونحن نتحدث عن البشر الذين تعرفهم والذين يساهمون في الثقة من خلال تقنية التعلم الموزعة واعتقد ان هذا التعاون الشبكي لا يقدر بثمن للتطوير المستقلي لابتكارات بلوكشين ولكنه ايضا لا يقدر بثمن لدعم اعتماد اكبر ليس فقط في دبي وميناء ولكن اعبر العديد من سلاسل الكتل ولهذا السبب سيكون هناك سلاسل كتل اخرى تحضر ايضا كمة كاردانو وستكون هناك مشاريع اخرى لا تعتمد على كاردانو وستكون هناك صناعات مثل الهريئات الحكومية وغيرها من الجهات ستكون هناك على الارض لمحاولة تفهم كيفية جاني فوائد هذا النوع من البنية التحتية لذلك انا متحمس جدا لذلك وكما قلت بحق فانت تعلم ان هناك الكثير مما يحدث في دبي واعتقد ان اهتمامي الوحيد في الوقت الحالي هو ضمان حصول الاشخاص على الحد الاكسر من الناتج من هذا من حديث ليس فقط من حيث ليس فقط التحدث عن الاشياء ولكن نشر الاشياء ليس فقط اثبات المفاهيم والابتكار ولكن البنية التحتية الحيوية الفعلية اريد ان اراها على بلوكشين واريد ان اتمكن من الانتقال الى اكسبلورر والتحقق من حالات الاستخدام وهذا هو ما نلعب به بشكل عام جيد جدا اذا كنت انا مستخدما عاما ثم اود منك ان تشاركني في حضور الكمة ماذا ستخبرني لماذا يجب ان احضر بخلاف ما ذكرته هذا سؤال جيد اعتقد انه كان هناك الكثير من الضجيج حول العمولات المشفرة وسلسلات الكتل وقد يشعر الكثير من الناس بخيبة امل قليلا لان لماذا لم يتغير العالم باكمله لذلك اعتقد اذا كنت تريد الحصول على نفس جديد من التفاؤل من بعض من البلوكشين الذي جعلك تعرف نموا مزدوج الرقم حتى في السوق العارية عبر جميع المكونات القابلة للقياس وتريد ان تقابل اشخاص يعيشون حقا في هذا المبنى على هذا ويفعلون ذلك في بيئات البنية التحتية الحيوية ويريدون طرح اسئلة حادة واسئلة منحنة حول ما اذا كان هذا صحيحا ام لا يجب ان تكون في دبي في بداية شهر نوفمبر لحضور كمة كاردانو لان هذه هي فرصتك حيث يلتقي العالم بدبي ويستمر العالم في استخدام كاردانو وغيرها من سلاسل الكتل وستكون قادرا على ذلك لدينا اذكى العقول ولكن ايضا العقول الاكثر الانتقادية ستكون موجودة في الغرفة لدينا اشخاص يبتحدون حقا عن البلوكشين والذين سيتحدوننا ويريدون رؤية الحقيقة بشكل صحيح واعتقد ان لدينا شيئا ما في بلوكشين حيث نقول الثقة ولكن التحقق واعتقد انه من الصعب ان نثق في العالم اليوم ولكن عند حضورك في قمة دبي سوف تحصل على الادوات التي تمكنك من التحقق مما اذا كان هذا حقيقيا حسنا هذا هو الرابط انضم كن بالتسجيل لا يزال لدينا الوقت لذلك نود ان نرى الجميع ينضمونا نتواصل مع مجتمع مينة مجتمع كاردانو مينة ثم نطرح عليهم سؤالا اجبت عليه ولكنني سأطرحه عليهم فقط لتذكيرهم انه تمت الاجابة على سؤالهم ما هو الدور الذي نرى ان كاردانو يلعبه في مستقبل التمويل واللا مركزية واعتقد اننا ذكرنا ذلك في نقاط مختلفة لذلك لن اطلب منك ذكر ذلك بسبب الوقت ايضا واود ترك الكلمة الاخيرة لك لاختتام الرسائل الرئيسية والنقاط الرئيسية التي نود تركها للمشاهدين حول كاردانو وبالطبع الاهم من ذلك الكمة التي ستعقد قريبا اعتقد ان كاردانو سمت 2023 يعد بان يكون فرصة لا تقدر بثمن للتفاعل الجسدي والتفاعل في دبي معا للتعلم وتبادل الافكار المبتكرة لذا اذا كنت قادرا فيرجى الحضور والانضمام الينا فيما اتوقع ان يكون ممتعا وغنيا بالمعلومات وملهما خلال ايام قليلة ولن تكون الانشطة محدودة لمجرد دبي لذا اذا لم تتمكن من ركوب رحلة جوية فسيكون هناك عشرين حدثا مجتمعيا حول العالم وما نحاول التركيز عليه حقا هو قابلية التشغيل البيني بين الويب 3 والويب 2 ولكن ايضا الويب 3 والصناعة بشكل عام اشياء مثل المنتجات والمنتوجات واشياء من هذا القبيل واخيرا وليس اخيرا نريد ان نصل الى موقف يفهم فيه الناس ان الامر لا يقتصر على ان كاردانو من هو منفتح للاعمال التجارية بل ان بلوكتشين الان في مثل هذا المستوى الناضج وهو مفتوح لأعمال التجارية الحقيقية للمؤسسات هذا ما اود ان اتركه لجمهوركم اليوم رائع لذا ساكون سعيدا برؤيتكم جميعا ساكون سعيدا بلقائكم شخصيا هذه المرة التي تحدثنا فيها من قبل في كمة العام الماضي وساتحدث ايضا في هذا الحدث الجزء من اللوحات ساكون اكثر من سعيد بمشاركة تجربة والاهم من ذلك التواصل مع المجتمع لان هذا هو شيء الوحيد الذي نحبه اود ان اشكرك على وجودك معنا اليوم فردريك واشكرك واشكر افكارك اود ان اتمنى لك كل التوفيق وكل التوفيق لانه ليس الحظ فقط لان هناك الكثير من العمل الشاق الذي اعرفه في هذا وعندما نقول ان لديك اعلى التغييرات الملتزمة فانا اتفهم ذلك تماما شكرا جزيلا لمشاهدين الاهم على متابعة ولا تنسوا مشاهدة هذا على قنواتنا وتسجيلنا حتى المرة القادمة لا تنسوا التسجيل ثم سنضعه في الوصف وفي الدردشة شكرا لك فردريك شكرا لك على هذا شكرا لمؤسسة كاردانو وبعد ذلك سنراك في غضون 21 او 22 يوم اتمنى لك تجربة جيدة شكرا جزيلا اتمنى لك يوم سعيد ترجمة نانسي قنقر